دي 3 او 4 حكايات نبدأ بحكاية مجلس النواب واتحاد الكرة المصري والنهاردة في مجلس النواب قرار الناس مش فهماء قوي فانا عايز اوضحه للناس مجلس النواب بيوفق على مد المهلة لانعقاد مهلة الدعوة لانعقاد عمية الهيئات الرياضية بمعنى كان في القانون اذا حضرتك لحد يوم 31 عشرة اللي هو ده اذا ما دعتش الانتخابات كل سنة وانت طيب تفوت عليك سنة وتعين مجلس لحد ما يحين موعد الدعوة اللي هو من شهر 7 لشهر 10 من اول 7 لاخر 10 فلاقوا انه في مشاكل يعني في مثلا زي مالك في تنقية الكشوف فممكن تتأخر لبعد 31 عشرة اتأخر طب القانون اتعدل لايه بالبلد كده اتعدل انه حضرتك معاك لحد 31 عشرة طب حصل وحصل 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 ومعرفتش يصبح من حق الوزير ان هو اللي يدعو وفق المجلس خلال جلساته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنف جبالي نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض الاحكام احكام مادة المدى المقررة لتوجيه الدعوة لانعقاد الجماعات الامية المقدمة من النائب الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة استعرض الاسباب وتضمن مشروع القانون استثناء من حكم المادة 16 من قانون الرياضة الصدر بالقانون رقم واحد سبيل سنة 2017 تمتد المدى المقررة لتوجيه الدعوة لعقد الاجتماع العادي للجماع الامية للهيئة الرياضية لمدة شهرين تنتهي 31 ديسمبر 2011 للاجراءات وبالنصاب الذي يحدده النظام الاساسي للهيئة الرياضية وذلك على العام المالي 2021 ويجوز مد المدى المشارق اليها بالفقرة السابقة لمدة اخرى ممثلة بقرار من الوزير المختصر بشؤون الرياضة كده خلصنا من صداع انه خلاص ما فيش وقت والدنيا انتهى نروح بقى لصداع اتحاد الكرة نفسه لانه ده مهم وانا امتابع على مدار الايام اللي فاتت ماذا يحدث يعني طبعا القصة من بدايتها كده الاخيرة هو استقواء بالخارج الا اذا الفيفا كان ابن اختنا او ابن عمتنا او ابن خلتنا دي تبقى حاجة تانية اللي انا عارفه ان الفيفا على دماغ دماغنا من فوق لكنه لا يدير ولا يقود الكرة المصرية واللي عارفه قوي انه لما يكون لك حد مش هقوله اقوله اعمي هيكون لك حد برا بيساعدك بيخدمك يعني بيخدمك كمصر مش كشخص احنا حولناها الى حاجات شخصية خدمات شخصية حاجات كده ايه انا عايز الفلندا حبيبي انا وسعلي السكة شوية عشان انا ايه وصل الصبحية كده الحلوة مش عارف ايه واللي ايه الحاجات الحلوة اللي بنشوفها ايه على الميكروباسات والتاكسيات والقصة اللطيفة بتاعتنا دي فبقت الحدوتة ايه اه تجيب مجلس معين مسلا برئاسة عمر الجنين فالمجلس ده يبقى يا ده مفاجأة ينجح جنهارا بيض عمرو وجمال محمد علي وفضل وعحمد عبدالله وصعر عبدالحق نجحه ما احفظه القابلة لا لا فارمل ليه امال انا اجي ازاي عايز اجي على الحصان اللي ابيض اجي ازاي وفارمل من يعمل ايه اصلحنا حنتوقف مين اللي قال اه الفيفا والله اه فتبدأ الناس ايه ايه ترجف الفيفا فيفا 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 فالناس بتشتغل وعملين دوري وعملين كاس وعملين مسابقة وعملين شغل جميل جدا الحقونا ايه عم حنتوقف الفيفا لازم ايه حاضر لازم تعمل ليحة انت جا عشان تعمل ليحة وانتخابات فيقوم الناس عملوا ليحة في 29 نوفمبر ومن بعدها الدعوة الى انتخابات فيقوم 29 نوفمبر تعمل ليحة يقوم يجي له الساعة 11 او 12 الدور خطاب رائع تحية وشكر وتقدير واحترام بحطونا الجواب ده ماشي تمام شكرا جزيلا بعدها باربع ساعات او بخمس ساعات المدرب مبسوط منك قوي وبيقولك مش عايز اشوفك تاني والله ده اللي حصل بالزبط راحوا بمشينهم وجايبين لجنة برئاسة المهندس احمد مجاد كل الاحترام للناس بس انا بتكلم على الطريقة الاسلوب الشكل وكأننا يعني يعني لمؤاخزة على هنا يعني كده ايه ده طب وليه كده عام الحج الفيفا ده ثلاث شهور عشان نعمل امتخابات والقصة خلاص بجد احنا اسفين اسفين يا فاندة فبعد الثلاث شهور ايه فجأة تلاقي ايه مد كمان اربع شهور ايه عام الفيفا اصلي لسه والليحة والحدوتة يعني ايه تلاث شهور كمان ولا اربع شهور حاضر بقين اسفة جاءتا بقى ايه سبع شهور ليناير طب فين الفزاعة وفين الاقاف ايه اقاف مين اللي قال اقاف انت عامل حاج انا طبع لساني يا فاندم انت مش كل مرة واش كل حديث وكل حوار وكل لقطة وكل همسة وكل نظرة بتقولي الكلام ده انا ما حصلش طب يا فاندم اوكي خلي الناس تمشي عشان عايزين نعمل انتخابات بقى وعايزين 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 لازم اجتماع جماعة عمامية غير عادية تقوم الجماعة عمامية غير عادية سبحان الله في تمانية اربعين ساعة اجتامع طب خليهم اه اه يبعتون الاختراحات حاضر فيبعتوا الاختراحات الطبيعي ان الاختراحات دي بتتبعت للفيفا الفيفا يقولك الله ايه الجماعة عمامية الصحية الوعية دي ده ده كلام جميل جدا عايزين ايه اه فاندم احنا عايزين نعمل الانتخابات بقيمة موحدة وماله عايزين قصة بقى التجنيد عينينا عايزين شوية يعني تغييرات في الانتخابات في ما تبقاش يعني اللي قعد 8 سنين بالسلامة يا حبيبي بالسلامة لكن انه اللي مسلا عايز ترشح من عدو النائب من حقه من نائب لرئيس من حقه لكن اكتر من كده لقى 8 سنين خلاص ومش بقى اثر راجعي جميل جدا اذ فجأة تفاجأ سيادتك حضرتك انه الفيفا بيرفض ايه ايوا بيرفض ده بجد والله بزرقه والله عمر الفيفا ما رفض حاجة دي ده الفيفا دايما بيحث على الحاجات دي يقول لك يا سنتا لسه مغاير اللايحة بتغيرها تاني ليه اللايحة اللايحة بتغيرت تلعب فيها خلي بالحضراتكو يعني بتغير تاني ليه انا على فكرة بتكلمش على الزمم المالية والحاجات دي فيه جهاز مركزي المحاسبات وفيه ناس بتحسب وا 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 الموضوع ده ليه ناسه يعني بس انا بتكلم اصلا انا بفهم في النظام ده شوية وفي الادارة دي شوية يعني فهو ايه دلوقتي النظام فيها لاخ فيها انا بقول لك اوم الاخر فيها لاخ فيها لو مش موجود ولا فيه انتخابات ابعدين ايه جاب الفيفا قولك ايه وهذه اللجنة هي التي تشرف على الانتخابات طب انت ملك يا عم فيف انا دولة انا اشرف على الانتخابات بطريقة انا اجيب هيئة قضائية تشرف على الانتخابات اخلي ناس تشرف على الانتخابات لا اللجنة دي هي اللي تشرف على منوض بها الاشراف على الانتخابات ما تحطلنا يا جماعة جوابات ايه ده ايه ده ايه ده فيه ايه اللي بيحصل ده وتيجي كمان يوم جاي بعتلك اه اه جواب للاندية فوسط كل الهيصة دي يوم جاي بعت جاب لهم الفيفا رفض لكم كل طلباتكم مع خالص تحياتي على فكرة الجواب ده كان مستخبي انا اول واحد كتبته عندي على صفحتي وعلى تويتر عندي فبدأت قال فلما انا كتبته الساعة 11 تقريبا 11 ونص هم اتحاد الكرة اعلنوا الساعة 5 و 5 ونص العادي يعني فالحقيقة بقى بقى بعضا من يعني المخالفات فاجتمع مجلس النواب او اجتمعت لجنة الشباب بمجلس النواب بحضور سيدة الناب اشرف رشاد زعيم الاغلبية الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بحضور السيد الوزير بحضور سيد رئيس اللجنة الاولمبية بحضور رئيس اللجنة الثلاثية مجازا يعني ثلاثية عشان يشوفوا الدنيا شكلها عاملة زي اسهل حاجة الكلام وانا تحت امرك وانا عنقية لكنه على ارض الواقع خدوها مني بس فيها لخفيها مش هسيبها عارفين محمود المليجي في فيلم الارض الارض لو عطشان هنرميها بدمانة بس محمود المليجي كان بيدفع الارض بجد يعني يعني بالدم ما بشا هتوصل لإيه أنا شخصيا ما عنديش رد يعني لكن أنا سعيد جدا بتحرك البرلمان وتحرك الجهات وتحرك الجماعة الأممية بس وكده الجماعة الأممية لو اجتمعت كلها المية ستة اربعين نادي وقالوا كذا هلون بردو لا فيه اكتر من كده جبروت لا ما شفتوش بصراحة قبل كده ما هو الفرق بين الجنيني وبين مجاهد انه الجنيني ما كانش حبيب هنبريدة وان مجاهد عزيز وحبيب وصديق واخ وابن لهنبريدة من الآخر يعني يعني بس ما فيش اكتر بين كده يعني دون تجريح فأحد يعني بس أنا بقولك الموقف عشان هدريك تبقى عارفه يعني ادي الجلسة وجلسة جميلة وحلوة وزي الفل ومية فل واربعتاشر ودي كابتن حازم امام منورها وطبعا الوزير والدكتور محمود حسين وكابتن حسام غالي ومهندس الشام حطب والمهندس احمد مجاهد وكلهم تمام التمام لكنه في النهاية اتمنى اتمنى ان نصل في النهاية الى حلول انا مش عايزين اكتر من الانتخابات تعالى باشا كده اقرارك بالاشارة الى خطابنا المؤرخ طفش تعالونا اتكبرونا الخط شوية الا خطابنا المؤرخ 20 نوفمبر 2020 وفيه احطناكم بشأن قرار مجلس ادارة مكتب مجلس ادارة مجلس اتحاد دولي كرة القدم بمد تفويد اللجنة الخماسية لإدارة شؤون الاتحاد المصر كرة القدم حتى 31 يناير 2021 حتى 31 يناير 2021 وبالتوجيه الى ادارة اتحاد المصر كرة القدم بتقليل تشكيل اللجنة الخماسية الى ثلاث اعضاء في هذا الشأن نود انا نتخدم بينكم بخلص الشوك وكافة اعضاء اللجنة لإدارة شؤون الاتحاد على الحمل العظيم اللجنة تم تحقيقه هذا في ظل ظروف صعبة نحن مش عارف ايه سعداء بجهودكم خلال مدة هذا التفويد الا انه وليعطاء دافع جديد لما تبقى من مهام تنجزها اللجنة الخماسية لحين نهاية المدة قررنا تعيين ثلاث اعضاء جدد ليحلوا محل الخمسة اعضاء الحاليين في اللجنة الخماسية لإدارة شؤون الاتحاد وعما قريب سيتم ارسال اسماء الاشخاص الجدد الى اتحاد المصر كرة القدم نشكركم فاطمة سامورا ده الاتحاد الدولي ده الجواب اللي كان بتاريخ ستاشر اه اه ديسمبر السنة اللي فاتت كان فيه جواب قابله بقى اللي لو انتم جدعان تجبوه عشان نبقى ايه اه كملنا الليلة ما كانش بامضاء فاطمة سامورا اللي هو كان اللي هو انتم مكملين معانا انتم قاعدين خلاص مكملين يعني ده كان قابلها بكم ساعة كان قابلها بكم ساعة بس دي الست سامورا وده ايوان 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 وده عم فرون فرون دلوقتي بسكرتير الاتحاد الافريقي ستاشر ديسمبر برضو ايوه في نفس اليوم كان بقى تلمين بقى للسيد الشام حطب رئيس اللجنة الانبية تسلمنا خطابكم المرسل الينا بتاريخ اتنين ديسمبر عشرين عشرين الذي حظى محتوى على اهتمامنا في هذا السياق احطاكم علما بوقت تم طرح موقف اتحاد المصر كرة القدم على مكتب الفيفا الذي قرر بدوره يوم تلاتين نوفمبر بمد فترة عمل لجنة المكلفة بدارة الاتحاد حتى 31 ناير عشرين وعشرين حتى تسنى للجنة استكمال اعمالها لتتضمن تنظيم واجراء انتخابات مجلس دارة اتحاد المصر كرة القدم مع العلمة بأنها ستم اعادة تشكيل اللجنة نشكركم على التكرم بالاحاطة بشأن ما جاء بعليه نحن على استعداد للاجابة على استفساركم والله العظيم في نفس اليوم بس ده بيرون والتانية سامورا مين بقى تابع سامورا في مصر خلاص مش محتاجة اجابة ده كل ما يخص اتحاد الكرة كده في جملة ونصر